موقع امارات 24 بعمل تقرير عن منظمة حظر الاسلحة الكيموية اللي قالت النتائج لديها في هذا التقرير بتؤكد استخدام غاز السرين في سوريا وتفاصيل كده العين مفتوحة العين مقفولة الروس من جانبهم ردوا بشكل واضح سبوتنج بتقول ايه روسيا قدمت ادلة حول ما اسمتها تمثلية الكيموي في سوريا روسيا قدمت ادلة حول تمثلية الكيموي في سوريا ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيموية اللي بعد ما قدموا هذا التقرير قال ان قصة الهجوم الكيميائي في مدينة ادلب اخذت ما اسمها منحة سينمائي وقال خلال الاجتماع بتاع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيموية انه تحديدا تقديم صور تتعارض هو وصفها انها تتعارض مع تقارير حول استخدام الاسلحة الكيموية في خان شيخون في سوريا وقال انه الاطباء على علم انه نتيجة استخدام غاز السرين بيتم تقلص حدقة العين بينما الصور اللي موجودة في هذا التقرير اللي بتتهم فيه المنظمة سوريا بيقول الصور بتظهر اتساع لحدقة العين ولفت الانتباه كمان الى طبيعة الحفرة اللي اشرت لها المنظمات اللي بتعمل دلاتي في سوريا وبيقول ان الواضح انها ليست بفعل قصف جوي او قنابل وانما ده تفجير من الارض بالاضافة الى بعض المواد الكيموية الديبلوماسي كمان اشار الديبلوماسي الروسي الى انه من اسمهم الشركاء الغربيين بيتهربوا من اجراء تحقيق كامل وشامل وبيقول انه يمكن لدى الامريكيين ما يخفوه وبيقول بيستدلب ده بانه هم يريدوا اخراج مطار الشعيرات تحديدا من نطاق اي تحقيق ممكن يتم ومن الممكن وعنهم على علم عفوا بعدم وجود اي اسلحة كيميائية هناك وعشان كده مش عايزين يضموا هذه المنطقة للتحقيقات